تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تمونية بمضبطات قرابة 229.5 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 43 طن سلع غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تموني في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وتم ضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابق